موسيقى نستمر مع الكابتن محمود الخطيب و نذهب إلى جانب آخر غير الجانب الرياضي نذهب إلى كورونا و ما حدث في العالم من جراء هذا الوباء اللي عم العالم كله كل يعني في ظل كورونا الاهلي يقدم و الاهلي ينجز و الاهلي يتميز المعادلة أنا شايفها صعبة شوية شو الله كان الحقيقة ممكن لازم كل العالم متأثر للأهلي لا أحمد الله أحمد تأثرين على مستوى البطولات لا الحقيقة كان ظروف صعبة جدا جدا و كان الحقيقة كان في رؤية و رؤية أنا مقدر جدا 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 لجميع المعظم اللي عندها مصرية شايف أن البطولة ما تستكملش و الكورة ما تستكملش في الموسم ده لكن كان لي وجهة نظر أني لازم الدنيا حياة تمشي و لازم الوطولات تستمر و لازم الدنيا تجري و الناس اللي بتاكل الناس اللي يعني أكل عيشها من العمل في كورة قدر لازم الدنيا العجلة تسير الحقيقة يمكن أنا هنا برضو بس عايز ده كان وجهة نظر بعض من الأندية و وجهات نظر مختلفة من بعض الأندية من النادي أهلي وبعض الأندية و معظم الأندية الأخرى و ده شيء أنا بقولك مكبر جدا لأن أنا عارف ظروف كل الأندية وهم الحقيقة كانوا بيكلموا من منطلق برضو سليم و صحيح يعني لكن سليم و صحيح و في نفس الوقت البلد بقى تمشي ازاي هنا كان الحسم و ده لازم نلجع بقى الفضل أصحابه يعني الحسم في الموضوع ده وقت الدولة المصرية الدولة المصرية ممثلة في مثلا مجلس الوزراء ممثلة في قواتنا مسلحة في الشرطة ازاي النشاط يرجع و ازاي الحقيقة بذلوا موجود كبير جدا جدا ان الحياة رجعتين تحت كل الدغوط الصعبة جدا كل ده طبعا تحت اعتقد قيادة حكيمة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني فالنقطة يعني اليوم احنا نتكلم عن كورونا ونتكلم عن التأثير على مستوى وما يمر به العالم انا اليوم في مصر اشوف شوارع اشوف منشآت اتعازي كامل ده طبعا حتى السيد الرئيس يمكن مع يعني المجلس الوزراء ومع جميع الجهات المسؤولة في الدولة بشرافه وبتوجيهاته يعني انت شايف النهضة مشاريع كبيرة موجودة في البلد شايف استقرار امن موجود شايف نهضة طرقه يعني حقيقة واضحة جدا على كل المستويات شايف ازاي با هناك علاقات داخلية وخارجية على مستوى عالي فانت الدولة بتتحرك لازم احنا كلنا وعلاقات خارجية على مستوى عالي جدا لازم كنا نساند هذا الامر ولازم كلنا ندعم ده وندعم ده بحبنا البلدنا بسقطنا في القيادة اللي حقيقة اللي انا شايف انه في في قيادة فيها حكمة وفيها قوة كزا لازم الامر